مساء الخير يا رب دايما تكونوا بخير النهاردة هعمل معاكم بزبوسة هنعمل مع بعض بزبوسة تحفة سهلة جدا جدا انا عارف ان انا قبل كده عملت معاكم بزبوسة من الكرميلة والبزبوسة العادية والحمد لله نكحين جدا جدا والناس كتير جربتها ونجحت معاها من اول مرة بس النهاردة هعملها تاني بطريقة اسهل من قبل كده وكمان هنأكد شوية على شوية معلومات تنجح معنا وتطلع احلى من الجهزة بكتير عشان تنتأمل حبيبتي قايتلي يا مارياني البزبوسة مش تزبط معايا قوي مش تطلع زي الجهزة قلت لها لا دا احنا نعمل فيديو مخصوص لتنتأمل حبيبة قلبي اول حاجة هنبدأ بيها هنعمل المكونات بطريقة سهلة جدا جدا انا مشيتها كده خطوات عشان الموضوع يكون سهل انا محتاجة 165 جرام سمنة و 165 جرام مية او حليب او حليب نباتي ياريت يكون جوزهند لو انا هنعملها سيومي و 165 جرام من السكر طب انا ما عنديش اصلا جراماتي هنركز كده شايفين بعنينا كده ونركز انا حطيت في الكوباية قد ايه الكوباية اللي هي بودن اللي حب نشرف فيها الشاي العادية هناخدها ونحط لحد اول كده جزء اللي هو بتاعه ودن الكوباية شايفين عند اللي هي الحتة المدورة دي لما نوصل عند الحتة المدورة هو ده بالضبط المعارة اللي انا محتاجة اللي هو بالضبط بالجرامات زي ما قلنا 165 جرام او زي ما انتوا شايفين تلتين كوباية او كوباية لربع المهم نوصل لاخر الحتة المتدورة دي عندها نوصل لبدايتها كده نحط سكر ونحط مية او حليب ونحط سمنة ياريت يكون واضح وهي دي اكتر تريك اقدر اقولها لكم في كل الفيديو ان احنا نركز المقدار قديعش ده طلع معنا نجحة وعندنا معلقتين كبار من عسل الجولوكوز عسل الجولوكوز موجود دلوقتي في اي مكان بيبيع مستلزمات حلواني سهل الجيبي والحية هو بيطالع نتائج تحفة تحفة زي الجهزة واحلى بس لو ما عندناش البديلة هيكون معلقتين من عسل النحل بس الطعم بجد بيكون اقرب جدا جدا للجهزة ويمكن احلى لو استخدمنا عسل الجولوكوز كده اول خطوة هي سهلة جدا جدا معنا هنجي بقى طبق هنحط فيه زي ما قلنا تلتين كوباية من السمنة اللي هما مية خمسة وستين جرام طبعا لو فطاري هنعملها بلدي انا نهاردة عاملها سيومي فعملها نباتي بسامنة نباتي بس حاول يكون نوع السمنة حلو وطعم حلو وهنحط عليه مية خمسة وستين جرام او اللي هما تلتين كوباية من الحليب النباتي او المية وهنحط مية خمسة وستين جرام من السكر اللي هما برد تلتين كوباية المهم بقى يكون الحليب سخن او المية سخنة علشان لما نضيف عليها السكر والسامنة يدوبوا معنا كويس جدا جدا وتحولوا الخليط كريمي بالشكل ده مهمة جدا يكون الحليب سخن أو المية سخنة وهنحط عليهم السكر والسمنة ونقلب بقى كويس قوي قوي الخطوة دي لحد ما يوصل معانا لخليط كريمي طبعا احنا بنقلب على البارد احنا بس استخننا لحليب أو المية وهنقضumbum اضيفه على باقي الحاجات ونقلب بقى كويس جدا لحد ما يوصل معانا لخليط كريمي متجانس ما يكونش فيه حاجة فصلة ولا السمنة فصلة عن السكر بعد كده قادي المواد الجفة اللي هي عبارة عن نص كيلو من سميد البسبوسة هتروح يجيبيه من عند العطار المهم يكون نوع كويس ما عندناش عطار هجيبيه من السوبر ماركت انا عن نفس الحقيقة بيجيبيه من السوبر ماركت اللي هو في اكياس خام من غير اي اضافات عندك سنبولة الفراط عندك فايف ستار عندك دوبيلا اي نوع بتحب تستخدميه براحتك استخدميه هناخد منه نص كيلو 500 جرام هنحط عليهم علاقة كبيرة من جوز الهند طبعا جوز الهند هنا اختياري وهنحط كمان رشا صغر جدا جدا من الملح وانا عشان عملها سيومي او نباتي فحبيت احط فانيلا الحقيقة لما بعملها بسمنة بلدي ما بحطش اي نكهات مختلفة عشان تظهر طعم السمنة البلدي ويكون طعمها مميز في البسبوسة لكن السيومي بحب احط لها جوز الهند وبحب احط لها كمان فانيلا عشان تطلع زي الجهزة بالزبط فهنقلب بقى كويس قوي قوي وعايز اقولوك كمان الحقيقة ان في دلوقتي عند مستلزمات الحلواني بيبيعوا اصانس سمنة بلدي ريحة طعم سمنة بلدي بس انا ما جبت هايش وحاسا ان هي يعني غريبة لكن دلوقتي حلوانية كتير بيستخدموها ما بيحطوش ابدا سمنة بلدي بيحطوا سمنة نبيتي ويجيبوا اصانس سمنة بلدي او ريحة طعم سمنة البلدي موجودة عند مستلزمات الحلواني لو انتو حابين تستخدموها هتوها واستخدموها منها نقطتين بالزبط على الخليط ده بعد كده هناخد المواد السيلة نقلبها في المواد الجافة هنقلبها بس مش هنعجن مش هنفضل نلت كده 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 لا هي بس بنقلبها كده بالمعلقة كده او بقدينها بالراحة خالص لحد ما كل المواد الجافة تختفي وتختلط مع المواد السيلة هيوصل معنا الخليط كيه تقيل بالشكل ده حلو جدا جدا هنجيب صينية الصينية دي 130 ألمونيوم وياريت كمان يكون اللي هي الصينية المخصصة للبزبوسة اللي هي بيكون سقفها كده واطي او اللي هي ما بيكونش عالية احنا مش بنعمل كيكة الكيكة ليها صواني عالية لكن البزبوسة والكنافة ليهم الصواني اللي هي دي اللي هي تحت الحلوانية دي دي بتنجح معنا البزبوسة بتوصل لها الحرارة كويس جدا جدا زي ما قلنا صينية 130 ندهنها كويس جدا جدا بالسمنة او بالطحينة انا نفسي بدهنها بالسمنة وتطلع معيها زي الفل لكن في ناس بتحب تدهنها بالطحينة وممكن برحطي بعد كده هننزل كل خليط البزبوسة ونخبطها كده خبطين حلوين ونفردها كويس جدا جدا وندخلها فرن سخن قوي على درجتها رقمتين في الرف اللي في النص لو احنا عندنا مروحة نشغل مروحة ونسيبها براحتها لمدة نص ساعة بعد كده هنعمل الشربات انا عملت طبعا معاك الشربات كتير قبل كده بس هعملوا تاني انا عندي هنا كبايتين من الميا مياه عادية من الحنفية عليهم كباية ونص من السكر السكر اللي عايزي لحبيبات عليهم معلقة كبيرة ماليئة من عسل الجلوكوز او معلقة من العسل الابيض هناخدهم نقلبهم كويس جدا جدا الاول على البارد وبعد كده هنرفحهم على النار العين متوسطة والنار متوسطة العين متوسطة النار متوسطة هنحطهم وبعد كده ماشا نقرب منهم خالص خالص لحد بداية الغلايين لما يبدأ يغلي معنا بالشكل ده كويس قوي هنمسك الساعة في قدنا لمدة 5 دقايق بعد ما يغلي معنا كويس جدا جدا لمدة 5 دقايق عصير لمون باكاد ايه اتاني ونطفي. لازم مهم جدا جدا يكون الشربات سخنة احنا بنعمله بعد ما ندخل البسبوسة الفرن بحوالي عشر دقيق. الشربات بيكون سخن مولع البسبوسة خرجت وراحتها وراحتها لأ لسه ما كانش طعمها. وراحتها تجنن هناخد الشربات سخن ونضيفه على البسبوسة السخنة. طبعا بعد ما يعدي نص ساعة لو لسه ما اخدتش منك لون ده بحلو من فوق اللي انت حباه هتطفي وتولع الشوية تاخد اللون الاخير. انا في العادي الحقيقة ما بعمدش كاب الكبشة لأ انا باخد كده الكسرولة او الحلة واضفهم كلهم 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 كده على كل الصينية. الصينية بتاخد المقدار كله هو مش كتير ابدا على الصينية دي. اللي هي مقاس تلاتين. بعد كده بعد ما نضيف كل الشربات هتلاقيها عيمة كده شوية ما فيش مشكلة خالص هنغطيها بأليمونيوم فايل او نغطيها بصينية اكبر منها ونسيبها لحد ما تبرد تماما وبعا كان قطحها وناكلها بألف هنوشفة. طبعا زي ما كل مرة بقول لكم ادام بسبوسة انا ما بسيبهاش. هي بالزبط يا ده بك تكون دافية وبابدأ اقطع منها وباكلها انا والولاد لان هما كان بيبقوا هيتجننوا عليها وعايزين يدوقوا البسبوسة الحلوة دي اللي هما شامين راحتها بقالهم شوية. طبعا ممكن تحط لها قبل ما تدخل الفرن ممكن تحط لها شوية مكسرات براحتك. حطي على الوش كده وغرزي كويس براحتك. شايفين البسبوسة الجنن هي لسه سخنة او يعني دافية. بس كانت تحفة تحفة وطرية وتجنن. هتطلع معاك البسبوسة يعني بجد مش عايز اقول يعني حلوة اوي احلى من الحلواني بس الحقيقة هي فعن احلى من الحلواني وطعمها حلوة ولو انت كانت عاملها بسمنة حلوة واضافات حلوة هتطلع يعني احلى كتير من الجهزة. طبعا مهم جدا جدا ان احنا لما نيجي نضيف المواد الجافة على المواد السهلة يكون الخليط فاتر او يعني دافية بسيط اوي اوي ما يكونش سخن. هو عموما لما احنا نبدا نقلب 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 كتير هيكون خلاص برد او يكون زي ما قلنا دافية او فاتر ما ينفعش ابدا ان يكون سخن. وبس خلاص يا ربكو الفيديو سهل وبسيط وتجربوها بجد هتطلع حلوة قوي قوي معاك تانت امل احلى من الجهزة. وانا بحبك جدا وبشكرك جدا عن مكالمة حلوة لانت فرحتيني بها. وبس خلاص يا ربكو الفيديو سهل وبسيط وتجربوه على طوال شوفكو فيديو تاني مع السلامة. تشوفي بعجر قصف اعمل لايك وشيره وكما سبسكرايب بقاطة على اليوتيوب.